فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية كذلك الغلوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا يكون منكرا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلى فيه المعتزلة حتى خرجوا على ولاة الأمور بحجة إنكار المنكر المنكر ومن أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الخروج على ولاة الأمور إذا بدر منهم معصية أو مخالفة فهذا من الغلوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل شيء بمقدار وكل عبادة فإن لها موازين ولها حدود وضوابط شرعية لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها ويرى أن هذا من فعل الخير وأنه من زيادة الخير فالخير كله في المشروع والأجر كله في المشروع وما خرج عن ذلك فإنه إثم وتعب على صاحبه ترجمة نانسي قنقر